بسم الله وصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله سلام حبوبات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير والفيديو تانا تانها اليوم تلقاكم كامل بصحة جيدة في احسن الاحوال فرحانات مطمئنات اهلاك حبيباتي اليوم ان شاء الله طلعت لكم فيديو جديد هلا بيديو رح تكون اول فيديو في سلسلة الوصفات الاقتصادية والسهلة رح نحاول دي ميال ابنات نجيب لكم الوصفات اللي تكون سهلة وممتون تكون غير مكلفة واباهم من ذلك انها تكون بنينا الصح كامل يا لبنات في البنة حبيباتي اليوم ان شاء الله هجيتكم فيديو تعققاتها بالسلق من الروع ما يكون بلا الحم بلا جاج والصح كامل في البنة يعني هجيب بنيني يا لبنات يجي واحد البنة تستهل كامل في فمكم جربوه على ضمانتي ندخل مباشرة في مصفتنا لنهار اليوم شوفو هنا البنة تكون تحطيت زوج مقالية عنها المقلة اللولة راح انقلي فيها البطاطا والمقلة التانية كنت حطيت فيها حواليها كنزوج مغارف انتح زيت بعد ما سخون الزيت انتعي حطيت الثلثيريوز انتح بصلها داك الاخطر كنت قطعتهم وربعات صغيرة وربيت معهم يعني ثلاثة سنينات انتعتهم حطيتهم يتقلى ومليح من جهة اخرى كنت خضيت البطاطا طبعا بعد ما قشرتها وقسلتها قطعتها دي غندال ملحتها ونقلي فيها حاتي كما نقلي وبطاطات بلي ما كانش وحدها فيكم اتعرف اشتقلي البطاطا من بعد ما دبال هداك لبصل والتوم جبت اللي احنا الربطة انتعيت على السلقطونك حكمت غسلتها سقطرتها مليح من الماء وقطعتها كما راكم تشوفو تكون رقيقة ضفتها لهذاك لبصل والتوم من بعد ما دباله شوية راح انغطيه لهم هكا غضاء البنات ونخليه سلقطاي حتى يبدأ يذبال كما قلت لكم يا البنات وصفة سهلة في ساعة ما تحضروها يعني في وقفة وانتوما حضرتوها للفطور ولا للعشاء وجي بزا 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 في هيلة وزاكيا او ممتون دونك هنا البنات رجحت للسلقطاي من بعد ما دبال راح انملحوا كما راكم تشوفو حاولوا ما تديروش الملح يصير بسكو السلق في ساعة ما يقر فيه الملح دونك ملح تدرت شوية فلفلك حلو راح نزيد شوية منتاع كمبون يعني مادرتش بزا في زي بيس هدو هم اللي كنترتهم زدت الهنا شوية تهريسة بالنسبة الاخوات اللي حبوا الهريسة اللي ما يحبو هاش يستغنوا عليها ها حتي وضفت نص مغرف متاع طماطم مصبرة نحاول نخلط كل شو مع بعض من بعدي راح نزيد نغطي لها ونخلي سلقنتاعي تشرب طومة كامل هدو كاليزي بيس والطماطم والهريسة هنا اللي بنات راح نغطي ليه ونخليه يكملي طيب الباطاطا تاعي هنا كانت التقليات دونك راح نحيها وروح نكمل النقلي الكمية اللي كانت قاعدتلي طيب بالنسبة الباطاطا راح اديرو حسب افراد لها الى انتاعكم اهلو حبيباتي هنا بعد ما حطيت المقلة التانية تاعيتها الباطاطا تتقلع ارجعت للسلقنتاعي اللي كان طاب كي ما راكم تشوفو تجمر الله الله طيب كان احنا لبنات راح نفرغو في سحن وفي نفس المقلة راح نحضر لاصوس بشامال تاعي طيب بالنسبة لاصوس بشامال يوم لبنات راح نديرها معكم بالزيت طونك حطيت الهنا 3 مغارف كبار انتاع زيت طفت عليهم زوج مغارف انتاع فارينا ليكونوا مع ممارين امليح ونبدأ نحمس في هذيك الفارينا عادي لبنات كي ما نحضروا لاصوس بشامال نحركها ممليح هلا نار تكون متوسطة حتى نشوف اللي الفاريناتاعي تبدل اللون تاحها وبدأ تتميل اللون البني في هذ الاثناء الليبنات وش راح ندير راح نجيب الهنا الفوة الداعي ورح نضيف زوج كيسان تحليب سعة الكاس ليرفض ميتين وربعين مليليليتر نحاول نضيفها بالتدريج مع التحريك المستمر كي ما عناكم تشوفوا حتى تتحل كامل اديك الفارينا يعني سهلة مهلة وتجيبنا تخفيفها عكس البيشامال اللي نديروها بالزبدة طونك من بعد ما حلية الفاريناتاعي مليح راح نتبلحنا بشوية انتاع ملح وفلفل اللي حل حاولوه ما تقطروش الملح بص كل شرناء مليحنا طونك من بعد ما عضفت الملح وفلفل اللي حل راح نضيف لحنا الفورماج طونك بالنسبة للفورماج الليبنات أنا عندي هذ الجبن شرائح انتو ما اضيفوا اي فورماج متواجد عندكم كوسوس والجبن الأبيض شيدار الجبن اللي عندكم ما عندكم شلبنات ما تديروش راح نجيكم ابنينة طونك من بعد ما نضفت الفورماج انتاعي راح نقعد نحرق البنات حتى تثقل ليرة بشامل تاعي من بعد ما تثقل وتبدأ تغلي نحسب لها واحدة دقيقتين ثلاثة ونطفي عليها من بعد ما طفيت عليها جيت ل هنا رح ندير المونتاج نتالقها تنتاعي طنك حكمت ل هنا المول تاعي ليدخل الفرن حاطيت ل هنا اول حاجة طبقة من هذيك البطاطا اللي كنا قليناها مع بعض من بعدها جبت هذا كالسلق طنك رح نقسمه على زوز نحط نصف اللون نحاول مشيه على كامل سطح المول تاعي بهذه الطريقة من بعدك رح نزيد نحط طبقة من البطاطا يعني كي ما قلت لكم بالبنات سهل وفي وقفة فقط انتم ما حضرتوه من بعد ما مشيت كامل هذيك البطاطا رح الطبقة الاخيرة نديرها من هذيك السلق اللي قاعد ليدنك رح نحطوك طبقة الاخيرة نمشيه حتى هو على كامل سطح المول وفي الاخير اللي بنات وش رح ندير رح نشيب هذيك البشامل ونحطها ملفوق بهذه الطريقة طو كي ما راكم تشوفوا لاصوس بشاملتكم رح اديكم خاطره يعني مش هذيك اللاصوس اللي تكون جريه يعني هاوليكم القوة متحها رح اديكم عقدة فرغتها كامل نحاول حتى هي نمشيها على كامل سطح المول ونحاول ندخلها هكا بش تدخل كامل هذيك البطاطا اللي جي من تحت وفي الاخير رح نحط لها الجبن ملفوق تقدروا ديرو شيدار تقدروا كي ما قدروا الجبن المتواجد عندكم ما عندكم مش مش لازم يعني تقدروا تستغنوا الجبن تماما طو كنا مشيت هذيك اللاصوس بش عمل رح نزيد نحط الفورماج من بعدي كاوش رح ندخل رح ندخل الملتعي للفرن اللي كنت سخنته من قبل اعلى 180 درجة نشعلوا البنات من الفوق ومن تحت جوز ما نشوفو بدا يدقاتينا يعني كل شي راهو طيب ما يبدأ يحمر فقط رح نطفي ليه ونخرجه ورح نشوفو لقاغتان تعنا من بعد مطا في شكله النهائي وفي سحن التقديم اهلو حبيبتي هاوليكم نحنا لقاغتان تعيه من بعد مطاب وخرجته من الفرن شوف كيف مطاب حمي مر الله الله شي شهي شهيتكم كامل في الجنة طو كنا نحنا رح نقطعو معكم وتشوفو كيف ما هيجي من الداخل هاللقاغتان البنات يجي مشمخ من الداخل ماشيش هذك هاللقاغتان النشف نتمنى منكم انكم تجربوه قد ما نقولكم يعني ابنين مش كيما كتجربوه تخليولي رايكم في التعليقات عبالي من الصباح البنات وانا نقولكم ابنين ابنين صدقوني وما تكونش وصفة عمبالي بها ابنين مش رح نبرتجيها معكم نفوا نشوفها كوصفات نجربهم وكم ما يعجبونيش صدقوني رغم اني نصورهم ونتعف فيهم ما نبرتجيهم شو معكم بسكو انا ما عجبونيش نحب ديما نبرتجي معكم الوصفات بكل شفافية وبكل مصداقية يعني الحاجة اللي تكون ابنينها رح نبرتجيها معكم شوفو هنا البنات شفتو كيف ما يجي مش مخ من الداخل ويجي هايل نتمنى كيما قدتلكم تجربوه وتخليولي رايكم في التعليقات حبيبتي كانت هذه هي الفيديو تانتان هاليوم وكانت هذه هي وصفتنا نتمنى كانت خفيفة ضريفة على قلوبكم نتمنى انها نالت اعجبكم ما بقالي نقول لكم الى عجبتكم هاد الفيديو متنساش تصلوها الاكبر عدد من اللايكات والتعليقات ولي اول مرة تشوف قناتي نقول لك حبيبتي قبل ما تخرجي منها من نساش تضغط على زر الاشتراك واذا فعل جرس ليصلكي جديد القناة ما بقالي نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه سلام